نذهب إلى مثل ما قلنا المنشيط عندنا سريان وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال صباح اليوم تحت صقف السبعة عشر سفر واحد نتنياهو الجيش يحتاج لإعادة تأهيل وتسليح وبايدن لن نرسل قوات أمريكية يعني بدوش جنودو يموتو الزلمي بفهم ستين يوماً لانسحاب الاحتلال لا المقاومة هذا ملفت في الحقيقة كل الكلام كان أنه في مهلة لا مهلة لانسحاب المقاومة بالنص واستهداف قائل سلاح الجو في تل أبيب نقول صباح اليوم يسري وقف إطلاق النار بين المقاومة وجيش الاحتلال والاتفاق بنسخته المنشورة من هيئة البث الإسرائيلية هو النص الوحيد المتاح للإطلاع على الاتفاق وبنوده هلأ اليوم بيعتقد بيبلش يصير عندنا نص لبناني رسمي ورغم أن المصدر هو الاحتلال يمكن القول أن النص هو نسخة مخففة من بنود القرار 1701 لعام 2006 حيث الاتفاق محصور في منطقة جنوب الليطاني ولا يوجد أي ذكر لمناطق شمال النهر باستثناء الحديث عن انتشار الجيش اللبناني على المعابر علما بأن الجيش اللبناني موجود عليها كل ما قيل سابقا عن اتفاق على نزع سلاح الحزب أو تفكيك ترسانته خارج جنوب الليطاني لا وجود له في الاتفاق لا تصريحا ولا تلميحا ولا يأتي الاتفاق على ذكر أي دور للقوات الدولية اليونيفل بما يخص الصلاحية الأمنية في جنوب لبنان هي مجرد مساند للجيش اللبناني والأمر محصور بالجيش اللبناني أما اللجنة الخماسية التي تتلقى شكاوى خرق الاتفاق فهي نسخة معدلة من لجنة مراقبة اتفاق نيسان 96 ونسخة مزيدة من اللجنة الثلاثية التي نشأت بعد العام 2006 وغالبية ما نشر في الإعلام الإسرائيلي عن الاتفاق وجرت تعامل معه كحقيقة مطلقة من الإعلام اللبناني والعربي لم يلد في النسخة الأخيرة من الاتفاق منه أي شيء ويبدو أنه عندما أبلغ رئيس حكومة الاحتلال بن يمين نتنياهو الولايات المتحدة برغبته بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار كانت عمليته البرية قد وصلت إلى مداها الأقصى وبات على كيان الاحتلال الاختيار إما وقف الحرب أو توسيعها ولكن كان الأداء الأسطوري للمقاومة هو ما دفع نتنياهو إلى التحدث عن أسباب القبول بوقف إطلاق النار وهو ما جعل السقف الإسرائيلي في الاتفاق منخفضا مقارنة بما أعلن في الأسابيع القديمة ماذا تحدث نتنياهو عن أسباب القبول بوقف إطلاق النار بل طلب وقف إطلاق النار صحيح تباهى أمام العالم بأن العالم فخور بإنجازاته وهو يتلقى مذكر التوقيف كمجرم حرب من المحكمة الجنائية الدولية ووجه تهديدات نحو إيران وسوريا وتباهى باستهداف اليمن متجاهلا أيضا أن جيشه ومن خلفه لإتلاف الدول الذي تقوده واشنطن والذي تحدث عنه يفشلان فشلا دريعا في ضمان عبور سفينة واحدة لا يسمح لها اليمن بالعبور في البحر الأحمر ثم بعد جملة أكاذيب اعترف نتنياهو بالسبب الحقيقي لطلب وقف إطلاق النار فقال أن الجيش متهالك كيف؟ قال أنه يحتاج إلى إعادة تأهيل وإعادة تسليح وقد فقد الكثير من أسلحته والكثير من مخزون الذخائر بينما كان الكلام الجوهري المماثل للرئيس الأمريكي جو بايدن هو الإعلان بخلاف كل مزاعم القنوات العربية واللبنانية أن لا قوات أمريكية سيتم إرسالها بخلاف ما جرى ترويجه عن وصول مئات الجنود الأمريكيين للإشراف على تطبيق الاتفاق كان لافتا أن الناص تحدث عن مهلة ستين يوما لانسحاب الاحتلال إلى الخط الأزرق وثم إدارة مفاوضات لحل النزاعات حول الحدود لكنه لم يضع مهلة لسحب حزب الله وحداته العسكرية النظامية من جنوب الليطاني عشية سريان وقف إطلاق النار شن الاحتلال الغارات التدميرية في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية وصولا للعاصمة بيروت بينما استهدفت المقامة بصواريخها وطائراتها المسيرة مستوطنات الجليل وصولا إلى حيفا وتل أبيد كما أعلنت المقامة عن استهدافها لقائد سلاح الجو بطائرات مسيرة انقضاضية رح نروح على الخفايا والكواليس وبها نختم حلقة اليوم خفايا قال مصدر دبلوماسي إنه استغرب حديث رئيس حكومة الاحتلال عن افتخار العالم بإنجازات الكيان بينما هو ملاحق كمجرم حرب من المحكمة الجنائية الدولية والدول الأوروبية التي كانت عادة صديقة للكيان أعلنت التزامها باعتقاله إذا دخل أراضيها فهل هذا هو التعبير عن الفخر؟ نتنياهو يتحدث كأنه حائز على جائزة نوبل وليس مذكر التوقيف كمجرم حرب كواليس تساءل خبير عسكري كيف يكون وقف إطلاق النار على جبهة لبنان بنظر من يمين نتنياهو بسبب الحاجة لإعادة تأهيل القوات وإعادة تسليح الجيش ويكون في الخطاب ذاته والفقرة ذاتها وقف إطلاق النار مع لبنان فرصة للتفرق لمواجهة إيران كيف يستقيم الحديث عن التوجه إلى جبهة حرب ضخمة كجبهة إيران باعتباره سببا لوقف جبهة أقل حجما ويكون في الوقت ذاته يتحدث عن أن جيشه غير جاهز للجبهة الأقل حجما لأنه يحتاج لإعادة تأهيل وإعادة تسليح